وزارة الداخلية أصدرت بيان لها النهاردة أعلنت فيه عن مقتل أربع إرهابيين منفذي حادث استهداف سيارة الشرطة بقرية أبو صير بالبدراشين زي ما حضراتكم فاكرين الحادثة وذلك في تبادل إطلاق الرصاص بمدينة السادس من أكتوبر الداخلية قالت إن معلومات من الأمن الوطني كشفت عن رصد تورط إحدى البقر التكفيرية اللي بينتهج على صرها أسلوب العنف بمنطقة جنوب الجيزة زي ما احنا شايفين على الشاشة كان حادث بشع ومؤلم متساكل جي وزي ما انتم شايفين حضراتكم حول عربية الشرطة وموت الزباط لكن طبعا أعلنت الشرطة عن مقتل الإرهابيين اللي نفذوا الحادث بيتولى المسئولية الهارب حسن محمد أبو سريع عطلة شهرته حسن وزة مطلوب ضبطه في القضية رقم 268 لسنة 2015 جنيات عسكرية حادث التعدي على حراسة السفارة النيجر بالجيزة في تنفيذ الحادث يعني كان برضو سواب متورد في قاضية قبل كده الحمد لله إن هو تم قتله من قبل الشرطة